كنت متأكد إنك قدّع يعني راضي عني جدا وسمحتني على الفاتي صراح منسيت كل حاجة طيب هنعمل دلوقت هروح للعميل بتاعي أقديل الورق واخد بين الفلسية التفاتي مع علي طيب وبعدين بعدين وبعدين نهيش حياتنا حلة بقى بس عدل يا صلاح متحملش هم عدل عدلي خلاص مش هي الحقيقة يعمل اي حال ده قتل يا صلاح قتل مايسا قلتلك عدلي ده شلي من دماغك عدلي طيب وإحنا يا صلاح إحنا إحنا مستقبل كل بتاعنا نشكله إذا ما إحنا عايزين منعوض اللي فاتي حبيبي صراح إذا مين للباب؟ مش عارف ما تلاقيش خليك انت هنا وروح شوف مين استنيني يا صلاح تقولتين ايهم ولا ايه؟ لا أبدا تفضلوا تفضلوا حتى معاك الحد جوا يعاني اتفضلوا في المكتب عشان نتكلم براحاك ما تأخرتوش يعاني في معادك هما قلمتين والناوم وجين على طول وعادل كان ايه ردي فعلا؟ هاجوة نارفز وشاط وعادي هدد وإحنا ولا سألنا فيه سبناي بعبة وخضنا بعضنا ومشينا خسارة حقيقة خسارة أنا اللي كان في دماغي ليكم أكبر من كده بكتير يعني يا متر وأنت مش عاجبك اللي إحنا عملناه ولا إيه واضح إن لكم فكرتوا وخدتوا قرار وصممتوا عليه فالكلام معدوش لازم يا أخ زين ها توصد إيه بو صلاح أقصد إن إنتوا زي ما أخدتوا وقتك وفكرتوا من حق أنا كمان أخد وقتي وأفكر واشوفوا المصلحة فيه ها هحقك بو صلاح طبعا حقك طب إن شاء الله بينا إحنا بقى حربي ولا إيه زي ما أنا الدوف اللي عند المتر إيه لقى عليه عدوا يا كزين طب بالإذن بقى أبو صلاح آه صحيحة يوم الخميس خطوبة زين ما ينفعش تأخر مجد؟ ومين بقى العروسة؟ الدعاءة بنت عمي نوفكي دعاءة؟ مبروك يا زين؟ ألف مبروك والله بارك فيك متر أوبالك يا حرب زي زين أوبالك أنت يا أبو صلاح؟ ألعبو إن شاء الله مباشرة هل تطولك؟ يا زين ما لك وقف كده ليه؟ صراحة يا حربي؟ أنا مش مستريح للكلام اللي قاله صاحبك صلاح ده يعني عايز وقت يفكر في المصلحة يعني مصلحة مين؟ مصلحتنا احنا ولا مصلحته هو؟ يا جادع، يا جادع بطل سوق الظن بالناس بقى اللي انت فيه ده؟ رجل يتفاجئ يعني مش اكتر وبعدين ده صلاح ده يا مخدامي، كيف هي ورقة ضد اللي أجابه لنا؟ ودمات كبيرة زي صلاح لما تبقى معانا هتفدنا مش هتضر وإحنا كمان يعني لسه مش في الأمان قوي ومحتاجين كلنا بقى ايد واحدة مش كده ولا يا صاحبي يلا، يلا وصلك على المنطقة وأنا روح أشقر على الكبارية ضد اللي غلطان عمي بطل بير ساعت لك اللي هنم مش موجودة ساعتل بي راح تفيد محرفش هي خرجت بعد ما سعتلك خرجت الصبح والحد اللوقتي بقاجتش طب يا مان لهم أكولها بسرعة عشان خرج تاني حالاً محضرتك عدلي عدلي رد علي رد علي يا ميزة علو يا ميزة أنت فين؟ أنا عند ماما عندها التعمل إيه؟ أصلاً بعد ما أنت خرجت الصبح ماما كلمتني وقيت لي أنها تعبانة شوية فجيت أتطمن عليها تومي أنت قوضي عندها طول إما هون؟ أصلاً لها تعبانة قوي ويمكن أضطرها بقت معها الليلة وجايز كمان بقرة تبالتي؟ براحتك يا آدم سلمي لها عليها وأنا أفوت أتطمن عليها الصبح بادري سلام ماء السلام كان عايزي أبداً كان بيتطمن علي طب هو أعرف إن الخزنة تسرقت ما أظنش بس أنا خايف يا صلاح مرعوب ما تخفيش يا حبيبتي ما تخفيش طول ما أنت معايا ما تخفيش أنا هفضل دايماً جنبك طول العمر مش هنسيب بعض أبداً بيجاد يا صلاح بيجاد يا حبيبتي هنفضل مع بعض العمر كله ما يسمى السنة مضطرة أو ما غير هدوم وأنزل دل بعد حالة إيه هرايح على فين؟ عروح حد المستندات للناس واجب منهم الفلوس واجه على طول أه طيب أه هتأخري صلاح لا هي نص ساعة ساعة بالكتير واجه على طول خشي أنت بس جهازي كده وأنا بعد ما خلص المشور دا أرمي اللي تمزلي قدام العمر ما خد يكوني مش هلو طول هنو حالة فين؟ أي حتى باجعنا هنا حتى ما عرفاش حالة لي أصلا منعيش حالتنا بقى انتظار الأخير غيا بحإن انتظار الأخير منضبط 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 بأنزر فاطحا في حاجة؟ في حاج غريب دخل الفلا حد دخل المكتب؟ لا يبيه مفيش حد دخل المكتب ولا دخل الفلا النهارتة خالص بعدما سيتك مخرج يا ريما حد دخل المكتب أم المنين فجأة خزنا مين خد اللي فيها؟ يا تيبي أنا معرفش حاجة امتلا دستعبة؟ هو في غيرك هنا قولي! ودته ورقبين؟ ما تكلبين؟ يا بيه أنا معرفش حاجة 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 يا بيه والله ما عرف حاجة حاجة يا باشا ايه يا عدد تخرطك ده ليه انت فين انا في البيت يا باشا لسه في البيت ما جدش ليه مصيبة يا باشا مصيبة مصيبة ايه ما تتكلم يا عدد خزنا السرق يا باشا بتقول ايه الورق انا ورق ده اللي تسرق العقود والمسندات وحسباتنا السرقية وورق الدد وعملياتنا في تركيا كله 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 باشا كله كله دي مش مصيبة يا عدد دي كرسة عارف عارف انا شا عارف عدد الورق ده فيه كل حياتنا كل حياتنا عدد يعني لازم يرجع بأي طريقة لازم تعرف مين اللي خده وتجيبه منه بأي طريقة يا عدد ومهما كان التمن سامعني مهما كان التمن عمرك باشا عمرك الورق ده لو مرجعش حتبقى نهيتك عدلي تيالي كلام واضح حتبقى نهيتك خير يا باشا في ايه الخزنة اللي عند عدل في البيت اللي فيها كل الأوراق والمستندات تسرقت أسعد الباشا أستاذ عدلي عبد العالي المحامي مين معايا؟ لو عايز تعرف مين اللي سرق خزنتك قابلني بعد ونص ساعة مين بتكلم؟ اكتب العنوان ده عندك المهم تجيب سرعة وما تتأخرش اشتركوا في القناة 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 شكرا